لو أني أعرف في عطري سحراً سيحرر أو تارك لجعلت العالم أزهاراً من حب ترويقي ثارك لو يمصح وجهي منديلاً قد يحمل حتى آثارك لحزت عطوري إن لمست ما صفح يوماً إذ فارك يا مرحباً فيكم حبيبنا يسعد وقاتكم يا رب تكونوا بخير وصحة كويسة اليوم حنحكي شو بدك من العطر تبعك العطر مثل قصيدة شعر بتلحنها وبتعزفها وإنت صامت لحتى تخلي الناس تفهم شو بدك تقول أو شو بدك الناس تفهم عنك العطر صار مثل شغلة أساسية مثل اتيابك اللي بتختارها مثل يعني لبسك اللي بدك تروح فيه على حفلة أو تروح فيه على شغل أو تقابل فيه رفقاتك أو حتى تكون فيه مع زوجتك أو الناس اللي بتحبه وبالمقابل كمان نفس الشي لقلك العطر صار شخصيتك روحك تعبيرك عن نفسك بريحة موجزة مألفة مثل كأنها قصيدة ما حن يعني نزاود بهذا الموضوع كتير لأنه كلنا بنفهم شو بدنا من العطر تبعنا ما عد هو التقليد يلي بس بدنا نقلت فيه الناس ونشبه فيه الناس والآخرين بدنا نختار الخط العطري تبعنا أو الروائح اللي بتعبر عن شخصيتنا أو تعكس مزاجنا لحتى أن الآخرين يفهمونا بدون ما نحنا نتكلم لكل الناس اللي مستعجلين كتير بتمنى أنه إما يكرروا الفيديو أو أنه هذا الفيديو ما حيكون يعني ممتع بالنسبة لهم رح ياخد شوية وقت لأنه حنحكي فيه عن أنماط العطور وصيغ العطور كيف ممكن وكيف ممكن تعكس الشخصية شو اللي بيعمل العطر أو شو تأثير العطر عليك أول شي بعزز الثقة بالنفس لأغلب الأشخاص اللي بستعمل العطر يعني بيكون هو حط العطر وحاسس بشعور عارم جواته ثاني شي بيحسلك المزاجية ثالث شي بيعكس شخصيتك للآخرين رابع شي بيخليك تحكي عن حالك بدون ما تتكلم بيقلل التوتر وبيحسسك بمزاج عالي هذا بالنسبة لأداء العطر من خلال عطرك يعني ممكن توصل معلومات كتير كبيرة عنك للآخرين أو تاخد من عطر الآخرين من خلال عطر الآخرين تاخد معلومات كتير كبيرة عنهم العطر مثل شيفرة الوراثية يلي ممكن يمدوها ويفهموا منها منصبياته ومن الحمض النووي شو معلومات هذا الشخص أو الشيفرة تبعيته وكذلك العطر يلي بيقدر أنه يحلله أو يقدر يفهم منه شيء العطور الحمضية هي العطور للأشخاص اللي بيحبوا النظارة والنظافة وفيها نوع من الحدودية حتى الستات يعني بيحبوا العطور الحمضية أنه يستعملوها فالعطور الحمضية مثل البرتقال اليوسفي المندارين زهر البرتقال والبرجوموت والليمون هاي أغلب العطور أو البرتقال الأحمر أو البرتقال المر هاي الأغلب العطور الحمضيات ممكن يستعملوها أو يحاكوها بأروم كيميكال أو ممكن حتى يعني يقطرو القشور تبع هاي الحمضيات إذا بدك تكون غريب متميز بيعكس شخصية يعني بيعكس لك النظارة والحيوية ممكن تستعمل عطور الحمضيات مثل 212 أو من كارولينا هريرة للفرجن الأولاني ممكن الأكس إس بلاك أو الغيرلان إيدل أو زيل من أجمل أو حتى ممكن لانفن أو لانفن سبورت هاي بعض العطورات الرجالية يلي ممكن تستعملها من عطور الحمضيات وفي مننا عطور بيكون برجن أساسي مسمى ستروس أو ما شابه هذلك أو نيرولي أو هيك هاي بالنسبة لعطور الحمضيات العطور السويتية يعني عطور الجورماند هي عطور كل ما يؤكل من من حلو يعني الفانيليا الفانيلين حتى اللي بيحطوه مع البوزة أو بالكيك اللوز البندق القهوة الكاكاو هو من العطور السويتية يلي بيحب العطور السويتية غالبا ما يكون شخص بيحب أنه أول شي بيحب يعني خلينا نقول بطنه نوعا ما وبيحب الحياة يكتشف الناس اجتماعي هاي طبعا الصفات يعني ما أنا قاعدة ولا أنا يعني قانون ولكن من خلال يعني خبرتي بهال بهالمجال أغلب الناس يعني صرت أفهم شو اللي بحبوه هلأ بفئة المراهقين أو فئة التين ايجرز يعني بالعشرينات بحب العطور السويتية لأنه يعني غريبة وبحبوها لأنه بحسوا إنه هي أقرب لقلبهم لأنه هنتعودوا عليها بدماغهم هاي بالنسبة للعطور السويتية من العطور السويتية الباكورابان هذهержاض فالاكورابان هولالميزين بالنسبة للعطور الرجالية كعطور سويتية هافانا من تري موغلر بلاك أو بي بلاك من سيلباتوري بالنسبة للعطور النسائية كتير مثل البويزون غيل البويزون هبنوتك البالانتينو الالين من تري موغلر والكتير هاي بعض العطور السويتية بالنسبة للجنسين العطور الخشبية هي العطور اللي بتعكس رائحة الأرض بعد مطر أو رائحة الخشب بالنسبة مثلا مثل أشجار الأرز الصندل أخشاب الأرز من فرجينيا الفيتيفر اللي هو نجيل الهند والبتشولي هول يعني مكونات أغلب العطور الخشبية والعطور الخشبية بيعكس أنه شخص بيحب يكون متفرد مميز شخص ترابي بيحب الحياة بيحب يظهر بالاجتماعات كأفراح بيكونوا ناس متميزين بعملهم وقائنين على عملهم بشكل صحيح لحتى يعكس شخصيته هذه بالنسبة للعطور الخشبية مثلا ممكن من بعض العطور مثل أرماف بوياج مثل مثل الجيرلان لانستانت أنتنس مثل أو أكستريم ممكن الوان مان شو مثلا هاي من أغلب العطور الرجالية يعني المعروفة الديزل كمان من العطور الكوتش كتير عطور فيها الرائحة الخشبية اللاكوست الفرجين الأساسي أو التأليدي الكلاسيكي هاي من أكتر العطور الجوتشي مثلا جيلتي ممكن يكون من أحد العطور الخشبية المميزة العطور الوردية هي العطور يلي أغلب العطور الرجالية يعني ما بتحويها بشكل كتير كبير أكتر شي بالعطور الرجالية ممكن يعني الرجال تتقبلها هي الورد أو الورد الطائفي يعني هاي بعض المكونات اللي ممكن تستعمل بالعطور الرجالية ولكن مثل الجاردينيا الفل، زنابق الوادي، الياسمين وكثير منها فهي أغلبها بالعطور النسائية والعطر النسائي أو عطور الورود أو الأزهار اللي بتعقس الود أو الرومانسية أغلبها بميروا إلى ستات أكثر من الإرجال من العطور الوردية البرائت ريثم من بيربري في عنا البرائت كريستل من بيرزاتشي وفيكن تروحوا للنوع الأبسلوتية اللي دائما أنا بفضله وبحبه كتير فيه المارك جاكوبس، فيه الأوبيوم عطور كتير الأنييس هو الأغلب العطور يعني فيها النوتات الوردية أو الأزهار أكثر شي أنا بحبه من ضمن يعني العطور اللي فيها أزهار بحب الزنبا وبحب الجاردينيا هول بشوفهم توليفاتهم أسهل مع بعض العطور ولكن بدي للناس اللي أو للأخوة اللي بيشتغلوا بالتصميم هي أسهل لتطلع معك نتيجة ولكن لازم تهزبهم لهول الاثنين الجاردينيا أو حتى الزنبا هاي بالنسبة للناس اللي بتشتغل بالتصميم أنا بشوفهم هول النوعين كتير حلوين لجاردينيا والزنبا الروايح البحرية أو العطور البحرية محلق أنيق بحب القراءة ممكن هيك تكون شخصيته للشخص أو للست اللي بتحب العطور البحرية من العطور البحرية يعني يلي فيها بحب الناس اللي بتحب فيها رائحة الماء أو حتى رائحة البحر مثلاً ملوحة البحر وقت تتهب نسمات البحر علينا أو الموج أو حتى يعني تكون قاعد فرضاً بجزيرة وتشم الريحة تبع البحر مع الهوى هو الأغلب الروايح اللي بتروح إلى العطور المائية خلينا نقول من العطور المائية مثلاً الرجالي فيكون تروحوا للإنفكتوس أكوى في التوين تو أكوى في النوتي كابولياج هول بالنسبة للعطور الرجالية لكل ووتر النسائية من العطور البحرية أو العطور المائية روائح البحرات أو العطور الأوريانتل الشرقية هي العطور اللي بتدخل فيها البحرات بنسبة كتير كبيرة مثل القرفة الفلفل الأسود الفلفل الزهري وعدوا من عطور الأوريانتل واللي بتدخل فيها العود أو ممكن المسك كمان هو اللي يعتبروا من عطور الأوريانتل حتى الإنسانس البخور كمان بيدخل بالعطور الأوريانتل عطور الأوريانتل شخص غريب يمكن يكون شوي كمان مزاجي ولكن بيحب الظهور بطريقة قوية وفاعلة أو يثبت حضور بشكل كتير كبير بعطر بهارات أو أوريانتل قوي هول الأشخاص اللي بحبوا عطور السبايسي ممكن تروحوا لأمواج ممكن تروحوا لكتير مثل مثلا الجاكوم والأسود الجاكور الأخضر البينتلي هول العطور أغلبها حتى أرماف مثلا في عنا الإتيرنيا أو الإتيرنيا كمان هاي من عطور البهارات المروكن ديزرت نمبر تو التاور هول من عطور اللي فيها بهارات بشكل يعني أنيق ومهزب بطريقة كتير صارخة يعني مهزب وصارخ البهارات مهزبة ولكن العطر البهاراتي دايما صارخ هلا بالنسبة لعطور الفواكي عطور الفواكي يلي بيدخل فيها مثلا توت البري الفريز الاناناس البنان كل هول العطور يلي بتدخل فيها العطور الفواكهية هلا عطور الفواكي غالبا بيروح للناس أو للفئة الصغيرة لأنه يعني إذا ما كان أو إذا كان صارخ بطريقة كتير كبيرة يعني ما بحث أنه بيعكس شخصية إلا شخصية يعني نوعا ما ممكن تكون صبيانية خلينا نقول مع أنه أنا من الناس اللي بتحب عطور الفواكي ولكن بنسبة كتير قليلة تكون بالعطر ما تكون يعني عطر صارخ هلا من ضمن حتى عطور الفواكه بحب نوت التفاح الأخضر يعني ما تتخيلوا قديش ممكن تعمل قلب بالموازين بالعطر وقت تكون عم تصمم التفاح الأخضر من أجمل المكونات اللي ممكن إذا حبيت تضيف لعطرك يعني رائحة فواكهية أو نوتا فاكهية فأنا بنصحكم بالتفاح الأخضر سهل التعامل معه وبيعطي نتائج يعني بيقلب لك موازين العطر بطريقة جميلة عطور الفواكه موجودة وكلنا بنعرفها ما رح أذكر أنواع عنا ولكن من ضمن يعني الكالفين كلاين والأشياء المتفردة بإسمها مثلا الستروبري أو 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 بصيروا بذكروا أو البلاك بيري أو هاي عنا الروايح الرياضية يلي بتعكس نشاط الشخص وحيويته وحتى يعني اجتهاده عطور الرياضية كتير ممكن يدخل فيها كتوليف الحمضيات بالبداية والأعشاب بالوسط وقليل من المسك بالنوتا السفلة من العطور الرياضية الأديدس النايك هول من العطور أو ماليزيا هول من العطور الرياضية يلي بحب يروح للعطور الرياضية هلأ ظل عنا نوعين حبيت احكي عنه ولكن لسه في يعني تفردات وتفرعات من هاي الأمور يعني إذا ما خانتني تذاكرة إن شاء الله وأرجو أنه كمان اللي عنده خبرة بهذا الموضوع من الأخوة والأخوات يدلوا بدلوا ويعطينا من خبرته بهذا الصالون العطري الجميل في عطور النيش عطور النيش عطور معقدة إذا بدنا نروح لعطور النيش الكبيرة مثل روجا أمواج وزيرجوف وما شابه ذلك دي مارلي عطور ممكن تكون بهاراتية ممكن تكون رياضية ممكن تكون حمضية ممكن تكون ترابية فهو كتفرد الشخص اللي بيروح بحب عطور النيش فهو شخص بحب الفخامة بحب الظهور بطريقة جميلة ومتفردة يعني ممكن تكون شوي يعني ليعطي صورة أكتر أو يعطي صورة فخمة عنه عطور النيش معروفة ويعني وموجودة بالسقوة لكن يعني الأغلب للأسف أسعار عالية ما بمتناول الجميع يعني ما كل الناس تقدر أنه تشتري عطور نيش والعطور الخضرة يلي تحوي مثلا على ريحة العشب المقصوص أو الريحان أو النعنى أو حتى الشاي الأخضر هو من العطور يلي ما بتبطل العالم يعني تلحقهم وتحبهم أو تشمهم عطور متقلبة برائحتها وبتعطي شعور للأشخاص بأنه هنو ناس مميزين هيك رح نختم وكأنه العطر دوما بالنسبة إلي على الأقل قصيدة وبالنسبة لكم يمكن يكون أكتر ويمكن يكون أقل ولكن حطونا تجاربكم تحت بالوصف شو نظرتك للعطر وشو بدك من عطرك وأرجو من كل الأخوة يختاروا العطور يلي بتشبههم أو بتشبه شخصيتهم يختاروا خطوط عطرية لتعتبر مثلا توقيع عن شخصيتهم ولكن أنا ما بفضل أنه يكون عطر واحد بس عطرك ولكن ممكن أنه خط من الخطوط يكون يعني مسلكك بالنسبة للعطر عزروني للإطالة وأرجو أنكم تشاركوا الفيديو وتعملوا سبسكرايب للي دخل جديد ولايك وشير وتعلقوا الجرس إذا حبيتوا القناة بتمنى أكون يعني فتكن بهذا الفيديو وأرجو مرة تانية تعملوا له شير بوسائل التواصل الاجتماعي وتدلوا بدلوكن تحت بالوصف أسفل الفيديو وآسف للإطالة للناس يلي ما لخلق تكمل بحبتي بأمان الله